مزيد من التصاعد يشهده نزاع إقليم تيجري في شمال إثيوبيا مع مخاوف من تقدم قوات الإقليم نحو العاصمة أديس أبابا بينما تتواصل تحركات إقليمية ودولية للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وزارة الخارجية في أغندا أعلنت أن رئيس الأغندي دعا إلى عقد اجتماع لزعماء دول شرق إفريقيا في السادس عشر من الشهر الجاري لبحث الصراع في إثيوبيا وأشارت إلى أن الرئيس أعرب عن قلقه إزاء رفض قوات تيجري المشاركة في مفاوضات تبحث وقف إطلاق النار كما أعرب رئيس كينيا وهي إحدى دول جوار إثيوبيا عن قلقه من تصاعد التوتر داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار يأتي هذا بالتزامن مع زيارة مبعوث أمريكي إلى إثيوبيا للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية في الشمال والسعي لبدء محادثات لتهديئة التوتر في حين أعلنت السفرة الأمريكية في أديس أبابا السماح لموظف الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بالمغادرة الطوعية وكانت إثيوبيا قد أعلنت حالة الطوارئ بعدما هددت قوات من إقليم تيجري الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا في الوقت الذي تؤكد قوات تيجري وجودها في ولاية أمهارة على بعد نحو 300 كم من العاصمة ترجمة نانسي قنقر